اهلا بكم سيدتي والسلامة نحييكم على الهواء مباشرة من قناة والفجر تيفي لنقدم لحضراتكم نصرة الاسبوعية وهذه عنوينها الرئيسية مئات الاصخاص من الغنبيين يفرون من اراضي غنبيا نحو الحدود السنغالية الغنبي تحصبا حدوث او وقوع حرب دامية بين القوات الغنبية المتبقية والمتوالية مع الرئيس المنتهية ولاية يايو جامي وقوات اسدعو بقيادة القوات السنغالية شباب الحزب الاشراكي السنغالي يعلنوا ميلاد طيار جديد داخل الحزب تحت مسمى جي دي اس غور اي وفاء العهد وذلك للنم الشتات الحزب الاشراكي المتربع على كف عفريت سكان منطقة كوليبانتا يرفعون صوت النجدة لعدة مشاكل والتي في مسيس الحاجة الى سدادها فورا منها يمعدام الماء والكهرباء والمرافق العام وعما اخرى ستتابعونها على الهواء مباشرة من خلال الفجر تيفي التفاصيل تأتيكم بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد مساهد اخناتي والفجر تيفي على الهواء مباشرة اهلا بكم من جديد نشرة الاسبوع نبدأها بسنغال مئات الاشخاص من الغنبيين يفرون من اراضي غنبيا نحو الحدود السنغالي الغنبي تحصبا وقوع حرب دامية بين القوات المصلحة للرئيس الاول اه السابق يا جميع والمنتهية ولايته وقوات السداو بقيادة القوات السنغالية التفاصيل في التقرير التالي اهلا بكم من جديد نحو الحدود المتجهين إلى السنغال فرارا من الاشتباكات المتوقعة بين انصار السيد يحيى جامي والسيد عدم برو وقالوا هؤلاء النازحون بان الحالة في غنبيا متأزمة جدا مما دفع العديد من المواطنين إلى الفرار خارج غنبيا شباب الاشتراكي سنغالي يعلن ميلاد تيار جديد داخل الحزب الاشتراكي او تحت مصمى جي دي اي سنغر معنى الوفا وذلك للم شتات الحزب الاشتراكي المتربى على كف عفرت حسب تعبيرهم في لقاء عقده شباب الحزب الاشتراكي جي دي اي س اعلن شباب عن عيد ميلاد كيان جديد داخل الحزب يسمى نغر اي الوفا وذلك لإعادة الوفا إلى الحزب الاشتراكي على حد تعبيرهم وقد طالبوا من رئيس الجمهورية السيد ماكيسل ان يطلق سراحة بامبفال والمعتقلين السياسيين الاخرين مؤكدين انهم ابرياء وقد انتهت خليفة سال هذه الفرصة للتأكيد انهم في الحزب الديمقراطي وسيظلون في الحزب ولا احد يستطيع ان يخرجهم منه سيدة وصية كانت معكم في هذا التقرير عن باؤنا هذه وغيرها سيدتي وسادتي تردكم اتباعا من قناة والفجر تي في سكان منطقة مك كوليبانتا يرفعون صوت النجدة لعدة مشاكل والتي في مسيس الحاجة الى شدادها فورا منها انعدام الماء والكهرباء والمرافق العامة حسب ما افاد به مراسل قناة والفجر الدائم في تنبا كندا افاد المراسل الدائم لقناة والفجر في تنبا كندا ان سكان منطقة مك كوليبانتا يعانون من عدة مشاكل بما فيها مشكلة الماء والكهرباء والمرافق العامة وقد قال ناتق باسم الاهالي ان جميع الحكومات التي قامت في السنغال منذ الاستقلال حتى الان لم تهتم بالمنطقة واهلها وقد دعوا السلطات الحالية الى الاهتمام بمنطقة مك كوليبان وفي روفيسك تبعب جلاو يشتكي سكان المنطقة من ويلات شركة السنغالي للمياه سديا حيث يعلنون من مشكلات عدة والتي منها الحصول على الماء الصافي من الابار رغم ان الشركة انشأت بئرا اوترازيا في المنطقة منذ ما يقارب 11 سنة دون التصغيل الى حد الان التفاصيل في تقرير تالي افاد المراسل الدائم لقناة والفجر في روفيسك ان سكان منطقة تباب جلاو قد رفعوا اصوات استنقار ضد شركة السنغال للمياه سديا حيث يلاقون مشاكل للحصول على الماء على رغم ان الشركة قد اقامت بئرا ارتوازية في المنطقة منذ عام 2007 دون التشغيل حتى الان من روفيسك مرة اخرى الى دكار حيث نقابة كيسمس للتعليم تستنكر تصرف وزير العمل السيد منصر سي وخصوصا بخصوص الانتخابات التمثيلية للنقابات يقول السيدة او تصرفات السيدة الوزيرة مستنكر من طرف هؤلاء الطلاب التفاصيل في تقرير تالي استنكرت نقابة كيسمس للتعليم تصرف وزير العمل السيد منصر سي بخصوص الانتخابات التمثيلية لنقابات التعليم وقالوا بان على وزير العمل ان يبتعد عن هذه الانتخابات حتى تتم بصورة نزيهة وعن طريق النقابيين انفسهم وقالوا بانهم لا يقبلون ان تتم هذه الانتخابات بدون مشاركتهم لانهم كيان نقابي كبقية النقابات شكرا جزيلا سيدة وصية اذا الكيسمس يطلب من الوزير ان ينفض يديه من الانتخابات حتى تتم بصورة نزيهة خلافات وانتقادات حادة تسود مكتب الطلاب في جامعة الشيخ انتجوب في كلية العلوم الانسانية وذلك اسرى اعادة التجديد للمكتب وقال بعض الطلاب ان النتائج غير نزيهة التفاصيل في تقرير تالي نشب خلاف الحاد بين الطلاب كلية العلوم الانسانية بجامعة الشيخ انتجوب بدكار اثل عملية تجديد مكتب اتحاد الطلاب وقال بعض الطلاب بانهم لا يوافقون على نتائج التصويت لما دخلها من غش في عملية الاقتراع وقالوا بانهم لا يعترفون بالمكتب الجديد للاتحاد في كلية العلوم الانسانية بجامعة الشيخ انتجوب بدكار وسيعارضونه الى اقصى الطاقة شكرا جزيلا استاذ حسن انباؤنا هذه وغيرها سيدتي وصلتي تريدكم تبعا من قناة والفجر تيفي على الهواء مباشرة في حين ساعة تسير تمام الخامسة وعصر دقاء بتوقيت جرينج تظاهر المواطنون في حي توبا سيراس في لوغاز ضد شركة صرف المياه الفاسدة اوناس حيث يتضرر المواطنون في هذه المياه من الناحية الصحية التفاصيل في تقرير تالي تظاهر المواطنون في حي توبا سيراس في لوغاز ضد شركة صرف المياه الفاسدة اوناس حيث يتضرر المواطنون من هذه المياه من الناحية الصحية بجانب حالات سقوط الاطفال في هذه المياه كما حدث مؤخرا للطفل مامد جو الذي كان يبلغ عمره خمسة عشر عاما حيث لقي حتفاه بعد سقوطه في هذه المياه الفاسدة سيدة وسيها نظم سكان حي قداي في ينبل مظاهرة عطلوا فيها حركة المرور استنكارا لحوادث الحركة المتكررة في المنطقة وطلبوا من السلطات المحلية اقامة مطبات على الشارع لضبط حركة السيارات نظم سكان حي قداي في ينبل مظاهرة عطلوا فيها حركة المرور استنكارا لحوادث الحركة المتكررة في المنطقة وطلبوا من السلطات المحلية انشاء مطبات على الشارع لضبط حركة السيارات وإلى جانب ذلك اشتكى المواطنون من عدم الحصول على مستوصفات أو مستشفيات رغم شدة الحاجة إليها نسبة للكثافة السكانية كما طالبوا بإيجاد مساحات وميادين للأطفال حتى يتجنبوا من اللاعب في الشارع العام مما ينتهي بهم إلى التعرض للحوادث إلى هنا سيدة وسائلتي خدمنا لحضراتكم نصرة المحلية بعد هذا الفاصل ناتي معكم في الأخبار العالمية لا تذهبوا بعيدا فابقوا معنا تثاقم الأزمة السياسية في جامبيا بعد أعلان قوات تابعة لعدة دول في غرب إفريقيا استعدادها لتدخل العسكري في هذا البلد لإجبار رئيس يحيى جامي على ترك منصبه وتمكين أداما بارو الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي من تسلم السلطة في الأثناء يرفض جامي نتائج الانتخابات ويطالبوا بعادتها رغم الضغوط الإفريقية والدولية على لمغادرة منصبه من ناحيته يؤدي رئيس المنتخب أداما بارو اليمينة الدستورية في سفارة بلاده في سينيغال التي لجأ إليها منذ أيام وفي السياق ذاته غادر عدد من الجامبيين بلادهم إلى دول مجاورة خوفا من تحول الأزمة السياسية إلى نزاعا مسلح كما يجري إجلاء الألاف من السائحين الأوروبيين من جامبيا والذين يقصدون هذا البلد للتمتع بشواطئه الخلابة المطلع للمحيط الأطلسي نحو 40 قتل وأكثر من 100 جريح نتيجة تفجير انتحاري في قاعدة عسكرية في جاو شمال مالي صباح اليوم العملية تبنت مجموعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا المعسكر هو مركز تجمع عناصر تنسيقية حركات أزواد التمرد السابق الذي يسيطر عليه الطوارق ومجموعة البرنامج الموالية للحكومة هناك من بين القتل عناصر من البرنامج ومسلحين من مجموعة الدفاع الذاتي أمغاد من المزمعين تسير دوريات مشتركة بين الأطراف المذكورة والحكومة بموجب اتفاق السلام الموقع في أيار مايو حزيران يونيو عام 2015 في إطار التمهيد لتشكيل الجيش الموحد سبق وسيطرت مجموعة جهادية ترتبط بالقاعدة من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على منطقة شمال مالي عام 2012 أهلا بكم من جديد سيدتي وسهلتي على الهواء مباشرة لنقدم لحضراتكم ضيف النصرة معي في السيديو السيد الدكرة المعروف أيضا هو كاتب ومحلل سياسي وجسر أيضا ثقافي ممكن أن نقول لأنه جاب وتجول إلى عديد من الدول في العالم وساهم أيضا في العديد من المؤتمرات العالمية ونريد اليوم أن نتحدث بخصوص السياسة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب ونتذكر أيضا بأن اليوم كان اليوم الخاص لتنصيب دونالد ترامب رئيس ولاية المتحدة الأمريكية ونريد من خلال هذا التنصيب أن ننتهز فرصة للحديث عن العديد من ما يتعلق بالمشروعات والتوقعات وما إلى ذلك وكذلك سياسات الأمريكية نحو الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها إذا سمح لنا الوقت سيد العزيز سيد دكري أهلا بك أهلا وسهلا بكم سيد دكري يعني لا شك في أن عملية التنصيب انتهت اليوم دونالد ترامب أصبح رئيسا لولايات المتحدة الأمريكية ما هي التوقعات تجاه هذه السخصية أولا أول شي شكرا جزيلا على هذه الدعوة أنا متشارف جدا لأكون ضيفكم الأحداث في أمريكا اليوم حدث كبير جدا لأنه بإمكاننا أن نقول بأنها مرحلة انتقالية كبيرة بين أمريكيتين أولا كانت تحت ولاية تحت رئاسة تحت إدارة أوباما والآتية التي تدعو اليوم كما قلت تحت رئاسة دونالد ترامب ونحن لاحظنا خلال الحملة الانتخابية الشعارات التي كانت ترفعها دونالد ترامب والتي كانت لها تعييد كبير ولذلك فاز في الانتخابات بطبيعة الحال وقد أبدأ من البداية معارضته للسياسة أوباما لسيما فيما يخص الأمن الصحي وأيضا فيما يتعلق بالمهاجرين خاصة الذين يعطون من مكسيك وعددهم كثير جدا عشارة الملايين إذن هناك اختلاف كبير بين السياسة الأمريكية السابقة والسياسة التي ستسلكها دونالد ترامب حص ما قاله بنفسه وبإمكاننا أن نختار منها بعد لا نستطيع أن نقول كل هذه الاختلافات في هذه الفترة الدقيقة ولكن بإمكاننا أن نقول أولا أول شيء بأن دونالد ترامب يعني يريد أن يبني جدارا بين مكسيك والولايات المتحدة وحل هذا ممكن أو غير ممكن سنرى في المستقبل لأن الحكومة الجمهوريين هم الذين الجمهوريين يتحكمون في مجلس الشيخ وفي مجلس النواب إذن قد تمر بعد هذه الشعارات التي كان يقولها وقد لا تمر بعدها حسب المهيطين بدونالد ترامب نفسه كيف هناك متشددين وهناك متلينين وهناك منهم في الوسط أي كف من الميزان سيغلب سنرى في المستقبل شكرا جزيلا يعني كل هذه إن شاء الله الأيام ستكشفها لكن سيد دوكري نرى أن ربما الإشارات أو المشاريع ضخمة جدا منها السياسة وهي التي تهمنا نحن كأفارقة وكذلك كمسلمين نرى أن دونالد ترامب هاجم كثيرا عديد بالعديد من المسلمين وكذلك كما قلت الجدار الفاصل الجدار العنصري الفاصل بين ولاية المتحدة الأمريكية ومكسيكا هل تعتقد بأن دونالد ترامب يستطيع أن ينجز هذه المهمات الصعبة من أولها نقل السفارة الإسرائيلية من جوريزالم إلى القدس هل تعتقد بأن هذه المهمات الصعبة؟ يعني قصدك من تل عبيبي إلى القدس إلى القدس هذه نقطة حصاصة جدا رغم أن كل الحكومات الأمريكية التي جاءت قبل أوباما أو حتى خلال حكم أوباما نفسه كل الحكومات الأمريكية أبدت تعييدها للحكومة الإسرائيلية وحمايتها وأيضا يريدون للفلسطينيين دولة وأمن كما حدث كما ظهرت في مجلس في اجتماع مجلس الأمن الماضي يعني أمريكا تحفظت أن لم تصوت إذن الإسرائيليين لم يكن رادين عن ذلك ولكن ليست هناك في السابق أي حكومة أمريكية قالت بأنها توافق على الأقل علنا بأنها ستنقل السفارة الأمريكية من القدس من تل عبيبي إلى القدس هذه أول مرة يقول هو رئيس للجمهورية للمرة الأولى هل سيستطيع أن يفعل ذلك؟ هذا يتوقف على الكونغرس والكونغرس كما نعرف مكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلسين الأغلبية فيهما الجمهوريين إذن هذا سيصنعه في المستقبل ولكن لا نصدر أن نستبعده لأن الكونغرس هو الذي يقرر وكذلك أيضا ربما تحويل أو ترحيل بعض المسلمين من البلاد المتحدة الأمريكية من فيهم المكسيكيون أيضا الذين أقاموا هناك وقاموا أيضا بتطوير العديد من الصناعة الأمريكية هل تعتقد أيضا هذه الخطوة شبه مستحيلة؟ فقط كانت مطية لفوز الانتخابات لكن حقيقة لن تحصل أعتقد أنه شبه مستحيل لأن رغم أن دونالد ترامب في الحملة الانتخابية كان يعتمد على هذا الأنصر اعتمادا كبير حتى الآن عندهم معيدين حتى صباح اليوم في واشنطن في المركز الإسلامي في واشنطن كان هناك معيدين لدونالد ترامب يقولون بأن يطلبون من الإدارة الأمريكية أن ترحل المسلمين من أمريكا إذن هناك معيدين لهذه النظرية ولكن في الواقع لا أعتقد بأنه سيكون ممكن لأن هؤلاء المقصرين الذين جاءوا هناك يقومون بأعمال حصاصة جدا في الاقتصاد والثاني حاجة الذي كان يعيده أوباما بأن هؤلاء عندهم أولاد مولدين في أمريكا يعني مواطنين أمريكيين إذن الفصل بين الأم والأب الفصل بين الإبن والأم أو الإبن والأب سيكون شيء صعب جدا لا أعتقد بأن الضمير الأمريكي سيقبل ذلك إن كانت هناك أقلية تؤيد ذلك سيد ذكرين أنت ما شاء الله عندك خبرة يعني كبيرة جدا في سياسة البلايات المتحدة الأمريكية وحضارتها لأول مرة في تاريخ نرى الكثير من المظاهرات منذ أن أعلنت يعني فوز دونالد ترامب وهذا شيء يعني مفاجأ يعني الرأي العام العالمي وبالأخص الرأي العام الأمريكي هل تعتقد يعني بأن سياسة دونالد ترامب في الملايات المتحدة الأمريكية ستتمتع بمستوى عالي جدا وبإنفرج مثل براك أوباما حتى نستطيع أن نتحدث من خلالها الفرق بين أوباما وكذلك دونالد ترامب في الوقت الحاضر كل الدلائل تشير إلى أن ذلك لن يتحقق أو لن يكون ممكن لأنه ليس من النوع الذي يترقى وإذا كانت هناك شيء يدل على أن دونالد ترامب لن يتخلى عن موقعه وأنه منذ أن فاز بالانتخابات هناك جمهوريين في الحزب الجمهوري يريدون أن يكونوا مرنين فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية الخارجية ولكنهم ليسوا من الأغلبية لأن الأغلبية هي التي رشهت دونالد ترامب وهذه الأغلبية ما زالت متمسكة بالمبادئ التي بنى عليها دونالد ترامب سياسته في قلال الحملة الانتخابية إذن هذا شيء أنسبه مستهيل إذن هذا ما رأينا أخيرا في خطابات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال بأنه كان يريد أن يحقق إنجازات كبيرة وعظمى لكن رأى أنه في المرة الأخيرة يعني كلها أصبحت مستحيلة وذهبت أدراج الرياح ونذكركم سيدتي وسهلت بأنكم تتابعون برنامج ديف النصر من إذاعة وقناتي والفاجرتي على الهواء مباشرة سؤالي ربما الأخير وليس آخرا ربما يعني سياسة ولاية المتحدة الأمريكية الحوال المسلمين المسلمين كلهم يعني البعض يصفونهم بالخوف والزعر منذ أن تم انتخاب هذا الرئيس واليوم هو اليوم الأول لتنصيبه كيف تعتقد بأن العلاقات الأمريكية مع الدول المسلمين بما فيها الدول العربية يعني ستتصرف يعني بأي شكل لهسن الحظ فإن الحكومة الأمريكية مهما كان الرئيس أو معايد لفكرة معينة كما أبدى دونالد ترامب معارضته أو كراهيته للمسلمين والأجانب فإن أمريكا لا يحكمها لا تحكمها شخص واحد ولا حزب واحد هناك الدموقراطية هذا لهسن الحظ ليس كالغامبية يقوم فيه جامع يقول أنك خسرت الانتقابات يقول أنه خسرت ولكن أريد أن أمد أن أمدد فترة سلاسة عشر أو سلاسة عصب لهسن الحظ هذا لا يحدث في أمريكا ولكن بما أن الهزب الجمهوري عندهم أغلبية في الكونغرس وعندهم أغلبية في المجلس الشيخ وفي المجلس النواب قد يمكنون تمرير بعض الأشياء التي قالها دونالد ترامب ولكن ليس كلها لأن بعضها لن يقبلها المواطنين الأمريكيين لأنه قبل كل شيء أمريكا دولة ديمقراطية وألاقاتها مع العالم العربي مع العالم الإسلامي مع أن هناك سبب للخوف والرعب خلال الأمريكيين المسلمين بسبب تصريحات دونالد ترامب ولكن بإمكانهم أن يطمئنوا بأن الوضع لا يصل إلى الحد الأقصى الذي يتمناه دونالد ترامب لأن المجتمع الأمريكي المجتمع الدمقراطي لن يصنعه بذلك يعني بعض التصريبات من الحزب الجمهورية تقول بأن مثلا دونالد ترامب لا يحترم آداب الجمهوريين ما أدى إلى ذلك أن كثير من الجمهوريين لا يوافقون معه في العديد من النقاط وبهذا نستطيع أيضا أن نتوغل في الشرق الأوسط قليلا وأخيرا نرى أن صداقة دونالد ترامب وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أن هناك صداقة البعض خالوا بأنه يعني تأثر في الانتخابات الأمريكية وقدم معلومات حساسة لدونالد ترامب هل تعتقد أن هذه صداقة تضر كثيرا السرق الأوسط وخصوصا سوريا أعتقد بأن هذه لها إنعكاسات إذا كل هذه الأشياء التي يقال أن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية إنما هي تصريحات أو أقاويل ليست متأكدة 100% لا أحد يستطيع أن يضع أصبه على النقطة يقول بأن الأمريكيين تدخلوا بأن الروسي تدخلوا في الشؤون الأمريكية والأمريكيين لا يريدون أن يعلنوا للعالم بأن روسيا تدخل في الشؤون الأمريكي إلى درجة تؤثر في انتخاباتهم لأن ذلك يكون نقطة الضعف للولايات المتحدة الأمريكية ولكن أعتقد أن دونالد ترامب إذا تمادى في ما قال عن علاقاته مع الروسيا فإن ذلك لن يكون شيئا جيدا للسياسة في الشرق الأوسط هذا يعني أن الوضع في سوريا يبقى أيضا يعني صعبا جدا متوترا وصعبا لسيما للسوريين واللاجئين الذين الموجودين هناك شكرا جزيلا سيد دكري في هذه أيضا الملخصات المهمة جدا من السياسة الأمريكية وكنا نعتقد ذلك طبعا لأنك كما قلت يعني جسر من بين ثقافات الأفرق وكنا أيضا نود أن نتدخل في نقاط مهمة جدا مثل جامبيا وغيرها من الدول الأوروبية كما هو أيضا كذلك كان مراسلا لقناة والفجر في الولايات المتحدة الأمريكية وقد ألف كتبا كبيرة وكثيرا أيضا منها أيضا Honor of Killing وPoet for My Daughter Black People White Names هذه الكتب المهمة جدا ربما سترونها على الإنترنت إن شاء الله إلى هنا سيدتي وصادتي وصلنا إلى نهاية النصرة ونهاية ضيف النصرة أهلا ونعتكم تجدل خيان آخر دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته